العقول المنحرفة تفسر وتؤول كل نص ديني كما تريد وهذا مفيد في كل الأديان أنا كثير معجب بكتاب هذا مايكل براير The Bible and Colonialism من أرواع الكتب التي قرأتها في هذا الموضوع يبين كيف أنه في تاريخ أوروبا كانت تفسر آيات الكتاب المقدس اللي هو بيجمع التوراة والأناجين عندهم The Bible من أجل استباحة أموال وأعراض الأمم الأخرى وصفك دماءها واحتلال أراضيها يعني أنا من علاقاتي ببعض الحاخامات الأورتودوكس اليهود منهم راباي وايز اللي كثيرا ما أشترك معه في ندوات ومحاضرات وجولات تفسيراته للتوراة تفسيرات مختلفة تماما عما نسمعه من تفسيرات الصهايرة أنا أمن بما ذكره القرآن أنه حصل تحريف الأخري لكن من التحريف أيضا أن تخرج النصوص عن سياقها الموضوعي والزمني لكي تبرر بها ارتكاب الجرائم ضد الآخرين وربما هذا مهم الآن ولعله موضوع استدراك لدى أجيال جديدة من اليهود حول العالم الشبان والشبات اليهود الطلبة والطلاب في جامعات أمريكا والغرب الذين الآن ينأون بأنفسهم عن الكيان الصهيوني ويقولون ليس باسمنا أنا أظن أن هؤلاء سيخرج من بينهم من يسلط الضوء بدأ بالمناسبة أنا أريد فقط أن أضيف شيء سعفونا في رأس طبعا ما قاله القرآن في تنزيه للتوراة هو يخدم تيار داخل اليهود الذي لا يؤمن بهذه النصوص أو على الأقل يقول لك هذه النصوص تفسيراتها ليست كما هي حتى وإن كانت موجودة النصوص لكن التفسيرات مختلفة فهو في الحقيقة قضية أن التوراة أن القرآن نزه التوراة في الأصل وذكر أن التوراة تعرضت للتحريف هذا يخدم هذا الاتجاه اللي هو موجود نحن نعرف أن هناك كثير من الجماعات اليهودية ترفض قضية التدمير والقتل وما ذكر على النبي يوشع في أريحة أو حتى المندسيين والمديانيين يعني مجموعة ستة أمم هم كانوا في خصام مع ستة أمم أو ستة شعوب المشكلة أن النص موجود وبما أنه موجود سمعنا لخحمات مش فقط ما يسمى برجال سياسة بنغفير أو سموتريتش أو حتى نتنياهو اللي خرج يتحدث على العماليق وإنما هناك حخامات يقول لك لا هذا هو الحقيقة هذا دين هم صهاينة نعم هم حخامات صهاينة حخامات صهاينة يعني تبنوا المشروع الصهيوني وكأني بالصهيونية كانوا حخامات اليهود حول العالم قبل مئة عام رفضوا رفضوا كانوا يرفضونه رفضا قاطعا وكأني بالصهيونية هذه في الحقيقة ليست جديدة إنما تعود لأكثر من ثلثة لف سنة أي أن كان هناك تفسير لم يكن يسمى بالصهيونية لكن كان هناك تفسير للتوراة تفسير إبادي تدميري وكان هناك تفسير إنساني نستطيع أن نقول إلهي أو أقرب إلى الأديان السماوية هو كل الأديان النصوص الدينية أو حتى النصوص العادية ولكن النصوص الدينية أكثر لديها دائما تفسيرات مختلف عليها لديها القابلية لأنها نصوص يعني القرآن الكريم سماها متشابهات فهي حمالة أوجه ولذلك تستخدم من قبل الداعية لمبدأ وداعية لمبدأ مختلف ومع أهمية حضور الدين في تفسير نظرتنا للأشياء ولكن يجب دائما أن نؤكد بأن صراعنا مع الاحتلال هو صراع مبني على أنه صراع ضد ظالم احتل أرضي يعني لو أن أي أمة احتلت فلسطين أو احتلت أي دولة أخرى فإن من واجب العالم أن يدافع عن الدولة التي تعرضت للاحتلال ولا مجال وهنا الحقيقة يكون مسألة مهمة وهذا أنا باعتقادي مهم لأنه نحن لا نريد من خلال هذا التزييف لما هو صراع على حق وباطل صراع حق وباطل نجعله نعطيه غطاء وغلاف وكأنه هو أمر إلهي أو أنه قدر أو أنه هذا الشيء لا يجب أن نقبل في أيها لا نغفل لا نغفل أنه في عناصر دينية يعني مثلا الأقصى المسجد الأقصى يمثل رمز لتوحيد المسلمين التوراة الكتاب المقدس التوراة الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على موسى وعلى بني إسرائيل هو دعا إلى نفس المبادئ التي يدعو لها الإسلام يعني في النهاية هو توحيد الله سبحانه وتعالى وإقامة العدل هي هذه بيسيك لهذه هي الأديان وثم ما نزل من من الوحيد صور لما كنا عاملين لما كنا عاملين جولة المسلم واليهودي واليهودي في بريطانيا أنا والحاخام وايز لما يجوا يستأجروا قاعة من أن يستأجر قاعة الناس المنظمون المحليون يريدون أن يستأجروا قاعة ليقام فيها النشاط فبضغط الصهاينة أصحاب القاعة يرفضوا أو يتراجعوا فيقول الحاخام أنا لا مانع لدي أن يكون النشاط في مسجد لكن لا يكون في كنيسة نعم 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 هو لا يقبل إطلاقا أن يدخل لأنه يعتبر أن الكنيسة فيها شرك شرك نعم بينما المسجد فيه توحيد وهذا بالمناسبة الشائع لكن أنا اللي أريد أقوله لا نريد لهذه أنها تنعكس على هؤلاء الذين يتحركون لإحقاق الحق والوقوف مع الفلسطينيين أنه ينتهي بهم الأمر أن يزدروا الدين ويزدروا الكتاب الذي أنزل على الناس بالوحي لا نريد ذلك ولذلك أنا باعتقادي أنه تبيان الموضوع وإعطاء هذا الوصف هذا البعد الإنساني أنه ليس هناك إله لا إله إلا الله تعالى الله ليس هناك أنه يقبل بالظلم يقبل بأنه هذه النقطة أنا أسبالغت الأهمية لأنه أصلا عزوف الناس عن الدين والتدين في الحالة الأوروبية سبب التفسيرات المنحرفة للدين الضبط ليس التفسيرات إدخال نصوص نعم صحيح هي مش برك تفسيرات هي كين التفسيرات لكن المشكلة إدخال نصوص مزيفة ونحن ننزه الإنجيل وقبل التوراة على هذه النصوص ولذلك إحنا مهمة جدا هذه النقطة أن هذا الكلام اللي مكتوب في التوراة هذا ليس من عند الله هذا زيف وهذا يبرئ التوراة من جهة ويبرئ الذين يتبنون التفسير العقلاني الإنساني أو التفسير الديني الحقيقي فهذا مهم جدا أن القرآن في الحقيقة يبرئ التوراة مما كتبه هؤلاء لأنها قال لنا أنهم يكتبون الكتاب بأيديهم وهذه نقطة مهمة لكن الأبعاد الدينية موجود أبعاد دينية لكن في الأصل هذه الأديان الثلاثة هي أديان سماوية فلا يمكن أن تتصادم إلا إذا دخل التحريف على النصوص أو على التفسير بس فيما يتعلق بالمشروع الصهيوني من المهم يلاحظ حاجة تاريخية حقيقة حقيقة تاريخية وهي أنه حتى مطلع القرن العشرين حتى بعد ذلك بقليل حتى قبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية في عام 1939 كان حاخامات اليهود يجمعون على رفض المشروع الصهيوني ولا يقبلون بتفسير التوراة التي بين أيديهم بالطريقة التي يفسرها بها الصهيوني الصهيوني بل الصهيوني كانوا يتهمون بأنهم علمانيون وملاحدة وفي ذلك كتب جون روز كتابه الشهير The Myths of Zionism يبين أن هذا تيدر هيرز لوبينغوريون وايزمان كل هؤلاء الأباء الذين أسسوا هذا المشروع الصهاينة لأجل الاستحواذ على موافقة الحاخامات والتأثير على الشعب اليهودي في كل مكان كانوا يقدمون تفسيرا يعني بنظر خصومهم كانوا يقدمون تفسيرات سياسية للتوراة وهذا الأمر هو الذي كان يرفضه الحاخامات كانوا يقولون هذا كفر أنت قاعد تتلاعب بالنصوص المقدسة بيذكر إزرائيل شحاك في عنده كتاب رائع اسمه جوش فاندمانتالزمن إزرائيل الأصولية الدينية في إسرائيل بيذكر بيقول أنه أول تحول أو منعطف خطير في تاريخ العلاقة بين الحاخامات والحركة الصهيونية حصل تقريبا في عام 1925 طلع لهم حاخام اسمه راباي كوك وهذا راباي كوك مسك في نص توراتي يتكلم عن مجيء المخلص وقالنا المخلص يأتي ومعه جحشان فهو الموضوع يعني موضوع عادي يعني الناس كانوا يتعاملوا معه ربما هو راكب ربما هو راكب على الجحش وحاطط الأمتعة على الجحش الآخر راباي كوك وسموه كوك دي ألدر أعاد تفسير هذه وقال لا أحد الجحشين هو قيام دولة يهودية في فلسطين والجحش الآخر هو الذي يأتي عليه المسيح وفيما بعد فهو قلب الصورة يعني كان اليهود الله ما جحش له كان اليهود يجمعون على أنه لا يجوز العودة إلى فلسطين إلا بمجيء المخلص هو عكس الموضوع قال لا تقوم الدولة بعودة اليهود ثم يأتي المخلص وهذا هو جوهر الصهيونية المسيحية بالمناسبة وليس الصهيونية اليهودية بدأ الآن شخصيات يتحدثوا من داخل غير الأرثوذكس حتى أقرب للإلمانية بس من داخل الدين اليهودي لمراهضة التفسيرات التي تبرر القتل وهذا يعني أهمهم ربما أستاذة جامعية لأسف أحفظتش أسماء كتبت أول شيء شاركت في مظاهرة في أحد الجامعات الأمريكية وكتبت مقالا جميلا في صحيفة الڭارديون تقول في هذا فلس بانس برضون فلس بانس ربما لا 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 هاي الكندية قصدك أيوة شيء نتالي سأسمها ناومي كلاين أيوة ناومي كلاين أيوة ناومي كلاين ما شاء الله تذكر هذه اللي قالت لابد أن نتحرر من الصهيونية نعم قالت هي في التفسير قالت أن ما يحدث الآن يخالف كل ما تمثله اليهودية لي أن القتل الذي يعني هو الذي يجري ضد الفلسطينيين هو تشويه لما تمثله اليهودية لي ولما يمثله العبور لأنه هي تقول بينه العبور يمثل العبرانيين واليهود ولأنه كان المقال جاء بمناسبة بالباس اوفر بالضبط كانوا بذكرى العبور والحقيقة أنه مقال مهم جدا أنا أعتقد بأنه هذا التفسير اللي هو يعني هو من داخل الدين ولكنه غير مثقل بالدين أفكرها فراسي المقال هو نص خطابها في المظاهرة صحية صحية يعني هي ألقت هذا الخطاب في المظاهرة ثم نشرته ودردجت فيه مع مهدي حسن في برنامجه الجديد أو موقعه الجديد سيتيو والحقيقة هي طبعا نعومي كلاين اشتهرت قبل ذلك بكثير في كتابها الصدمة والترويع قبل ذلك كان عندك كتاب مهم جدا اللي نو لوغو اللي هي هاجمة الرئيس مالية وقضية الشركات الكبرى وتأثيراته وتداعياته على المجتمعات المستقبلة ذلك في هذا القرن الأخير في الحقيقة لعبة دور كبير في عادة أو على الأقل في المساهمة في عادة الصياغة واجهت الإمبريالية الأمريكية وتواجه الآن الصهيونية بخطاب حقيقة مقنع وجميل أنا شفت حوارها مع مهدي حسن كان حوارا جميلا جدا بالعودة إلى رفح ربما رفح طاطينة ما يحصل في رفح في هذه الأيام الأخيرة يلخص ربما هذا هذا الحديث أن القيم الإنسانية هي قيم عامة لا تتعلق بدين أو بمذهب أو بأمة دون أمم وهي العدالة الاجتماعية رفض الظلم ما شهدناه في رفح مثلا والدفاع كما تكلم الدكتور قبل قليل عن الدفاع الأمريكي المشتميط عن الإجرام الإسرائيلي في رفح ليس مرده خلفية دينية لا مسيحية ولا صهيونية ولا يهودية هو موقف سياسي من هذا من إسرائيل من مشروع الصهيوني في فلسطين فالقيم وإن كان البعض ينطلق من معتقدات دينية ربما يعتقد لكن في أمريكا الإنجليكالز الإنجليكالز هم الأكثر دعما للمشروع الصهيوني في العالم انطلاقا من تفسيراته التوراتية شوفهم الأكثر دعما والأكثر عددا الإنجليكالز يعتقد أنهم في حدود أربعين مليون وبينما اليهود الصهاينة في أفضل تقديرات يكونوا في ثمانية مليون أو عشرة مليون حتى إذا زدنا في العدد معهم ما بين أمريكا وخاصة هناك صهاينة هناك مسيحيين أشدوا تصهينا طبعا من الآن بالمناسبة وعلى قول عبداللهب الميسيري نشهد المسلم متصهيم أيضا اللي يصبح مثلا عندما تشوف قادة الإمارات أو أمراء الإمارات مشايخ الإمارات أشدوا تصهينا يخدم المشروع يخدمه اليهود وبالتالي الصهيونية كإديولوجية تستخدم الأديان تستخدم الأعراق تستخدم النصوص تستخدم العلفاظ تستخدم المآسي تستخدم كل هذا بالمناسبة صار في فرنسا معركة كبيرة لعليك نتبعت لها أمس نعم نعم داخل البرلمان الفرنسي العلم العلم أدت إلى إقصاء برلماني صحيح وكان موقف أنه رفع العلم جرد رفع العلم نعم لكن اللي حدث فيما بعد هو أنه في داخل مقر البرلمان وقعت مشادة مبين برلماني آخر يسمى ديفيد جيرو مناصر للفلسطينيين وبرلماني إسرائيلي إسرائيلي فرنسي صهيوني اسمه حبيب مائير مشادة عملت يعني على مواقع التواصل الاجتماعي ممكن شهدت الآن مئات الملايين بدون مبالغة في كافة اللغات وبكل مشادة يقول له أنت خنزير ويشدد على ذلك ثم يأتي الحبيب مائير هذا وكانه يريد أن يدفعه أو نعم أمام الإعلام لأنه كان فيه كان فيه مشادات داخل البرلمان ثم يخرج ديفيد جيرو ويأتي في مع تلفزيون آخر ويسأل هل تعتذر على ما قلت يقول نعم أعتذر أعتذر للخنازير في فرنسا لأنهم لم يدعوا أمدا إلى إبادة لم يدعوا أمدا إلى إبادة فكانت أحدثت ذجيج آخر أكبر هذا كلام عن الإبادة يذكرني بين الحديث الإسلامي المقولة في القرآنية التي تقول تذكر دائما حينما يسأل المسؤولين الأمريكيين كم عدد قتلى أكثر ستريدون حتى تعتبروا أن إسرائيل تجاوزت الخط الأحمر أو تطالبه أو تغير السياسة أو تطالب وقفة لغ النار هذا السؤال يتكرر دائما دائما ما نتذكر الآية القرآنية التي تقول من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أن من قتل نفسا من قتل نفسا بغير نفس وفزادة الأرض فكأنما قتل الناس جميعا يعني يعني أديش في فرق فعلا بين التعليم الإسلامية الحقيقية الأصلي أنه لا تأذي شخصا واحدا فقط وهم لازالوا حتى الآن يغطون ويسألون لا ليس كافيا حتى يغير السياسة يعني بما أنه احنا تكلمنا في قضية النصوص الدينية وتأثيراتها ومآلاتها على يعني التقولات يعني عند الصهاينة ترى بالمناسبة يعني إحنا اليوم مطبعين ترى أيضا يعني يستخدمون الدين والعلماء والمجالس العلمية ومنتديات السلام ويفتتحون بالقرآن الكريم وكل ذلك لأجل الترويج لعملية التطبيع وانت تعرف أن في التعريف الصهيوني أن المطبع صهيوني لأن من هو الصهيوني الصهيوني هو الذي يعترف بالدولة إسرائيل في فلسطين طبعا هذا هو التعريف الصهيوني يعني من التعريف الأساسي يعني المطبعون بطبيعة الأشياء هم صهيين لأنهم يعترفون أن فلسطين التاريخية أو جزء كبير منها هي أرض لإسرائيل الحقيقة أن صراحة يعني أنا شفنا العلماء الحقيقيين موجودين في السجون أو في المشردين أو في المنافي أو في المنافي وبعضهم حتى في القبور بينما علماء التطبيع وذهبوا أكثر من التطبيع الآن يذهبون بعيدا جدا حقيقة وهم يرون هذا هذه حادثة مقتل الجنديين أو الشرطيين المصريين تعطيك بعد حقيقي لهذا النظام السيسي اعتبرهم عناصر تخيل نتمنى إن شاء الله يكونوا شهداء هم اعتبرهم عناصر تحدثوا على أنها حادثة بسيطة وخرج بعض الجنرالات السابقين يقولون نعم في الحقيقة ممكن أن نأخذ الدية أو ممكن أن إسرائيل تقوم بترميم بعض المعابد اليهودية في مصر ترميم معابد يهودية كل شيء يسبوه عندهم هو حتى في مقابلة مع رويترز أظن سؤول عسكري لم يذكروا اسمه مصري قال بأن الحادث بسيط وستمر الأمور بدون استهدوا بالله يا جماعة على مال بدون تصعيد لكن أحب أن نعود لموضوع التفسيرات الدينية وأيضا أربطه بنقاشنا الأول حول لماذا تدعم أمريكا بهذا الشكل والغرب يدعمون إسرائيل أنا أعتقد بأنه التفسير الديني حاضر عند كثير من النخب بالذات الأمريكيين الآن في أوروبا أعتقد بأنه الأمر يعني أقل أو متنحي لكن في الولايات المتحدة هناك دعم لإسرائيل مبني على الدين موجود طبعا في الإنجليين والإنجليون مش بس هم أكثر عددا من الصهاين اليهود لا أنا قرأت مرة أن نسبة الصهاين الإنجليين أكبر من نسبة الصهاين اليهود حتى كان نسبة صحيح نعم يعني مش بس في العدد وطبعا للأسف هم ينطلقوا أصلا من خلفية معادية السامية يعني هم نعم تأييدهم لإسرائيل والصهيونية لأجل المعركة المناعية نعم هم أصلا معادونة للسامية ولذلك حتى كثير بعض الليبراليين يطرحون في صحف الولايات المتحدة وإن كان بصوت خافت أنه لماذا تسكت إسرائيل واللوبيات الإسرائيلية عن معادي السامية إذا كانوا مؤيدين لإسرائيل بينما تتهم من يناهض إسرائيل حتى لو كان غير معادي للسامية بأنه معادي للسامية فقصة الدين حاضرة في تفسير الدعم الأمريكي وأيضا هناك تفسير آخر وهو العنصرية أيضا أو ما عبر عنه أحد المستشاري كلينتون وبوش يعني عمل في ثلاث إدارات مع كلينتون وبوش وربما في بداية إدارة أوباما كان مستشارا في وزارة الخارجية الأمريكية قال أن اللوبي الإسرائيلي يعمل بسهولة في الولايات المتحدة لأنه يجد أبوابا مفتوحة لأنهم يشبهوننا يعني باختصار هو اختصرها هم هما يشبهوننا فإحنا أسهل أن نتقبلهم هذا يقود إلى النقطة إضافية لما ذكرته وهو النموذج التاريخي الولايات المتحدة الأمريكية ترى نفسها في المرآة السرونية مهم جدا لأن هذه هي نفس الطريقة التي نشأت فيها أمريكا المعاصرة هي مشروع إبادة الولايات المتحدة مشروع إبادة ومبرر بالتوراة لكن تضيف لها شيء هو أن بعض اليهود الأرثوذوكس بشكل خاص يقولون أن إسرائيل هي مؤامرة مسيحية غربية ضدنا هذا صحيح تفسيراتهم للمسيحية أنه يجب أن يوجد اليهود داخل فلسطين فيأتي المخلص فيقتلهم جميعا يقتلهم جميعا يبيدهم حتى تتطهر فلسطين منهم وبالتالي هذا بعض التفسيرات تقول أن هذه مؤامرة إما أنهم يتنصروا أو يقتلوا أو يقتلوا نعم بالمناسبة في بداية المشروع الاستيطاني في فلسطين كما نعلم جميعا هو كان بروتستانتي أبيض من وخصوصا من بريطانيا المستعمرات الأولى التي بنيت في فلسطين كانت من بريطانيا وكان كثير من ما تطرحه أصلا معادية للسامية مثل القول بأنه اليهود لا يريدون العمل وكسالة ونحن خلينا نعمل مستعمرات ونجيبهم نعلمهم شغل للزراعة وبدأوا بعمل المستعمرات فالمشروع أصلا هناك دفع ديني باتجاهه بالفور يقولون أن كان معادي للسامية طبعا العضو الوحيد أنا هذه لم أكن أعرف العضو الوحيد اليهود التهموه هو في عام 1905 كان رئيس وزراء بريطانيا قبل أن يرجع ويصبح وزير خارجية مثل في 1905 كان رئيس وزراء بريطانيا وصدرت في عهده الورقة البيضاء التي تمنع هجرة اليهود من أوروبا الشرقية إلى بريطانيا فاتهم بمعادات السامية يا سيد العزيز في وعد بلفور أظن حسب أبي شاليم بأن الذين وافقوا أنه كان مشروعا معاديا للسامية أولا ثانيا أن العضو الوحيد الذي رفضه في حكومة بريطانيا كان يهوديا هو الوحيد اليهودي الوحيد في الحكومة البريطانية الذي رفضه لأنه هو أصلا هي الصهيونية لما لما تأسست هي كانت كان في نقاش بين اليهود طبعا اليهود كانوا يتعرضوا للإضطهاد في أوروبا في معظم دول أوروبا وليس في ألمانيا في روسيا وفي معظم دول أوروبا كانوا يتعرضون للإضطهاد فصار في نقاش أنه إحنا حتى بين فريقين الفريق داخل اليهود الفريق الأول قال بأنه نحن يجب أن نندمج في المجتمعات الأوروبية بحيث يعني يقبلوننا الفريق الثاني قال لا نحن يجب أن ننعزل ونعمل قيتوهات ونعيش لحالنا يعني نخلص من أذى هؤلاء الأوروبيين الذين يضطهدوننا هنا جاء فرام نويرز كما يقال من ثيودير هيرتزل الذي اخترع فكرة إقامة دولة اليهود أصلا لم يكن في فلسطين ثم بعد ذلك صارت فلسطين فهي الفكرة أصلا لم تكن بطروحة بين غالبية اليهود معظمهم كانت مرفوضة نعم مرفوضة وأنه زي ما قال ذلك الوزير اليهودي كيف تخرجوننا من وطنه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر